إِنَّا إِلَّهِ الْعَلِمَ الْعَظِيمِ إِنَّا إِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجُونَ وَأُفَوِّضُ أَبْرِي بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أَصِيرٌ صلى الله عليه يَا سَيِّدِي وَيَا مَوْلَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلى الله عليه رعبا آل بيتك الكغلومين ما خاذ من تمسك بكم أمنا من نجأ والتجأ إليكم يا ليتنا وكننا معكم فنفوز فوزانا عظيم ويغريب يا مرمى يا مظلوم كربنا يا رمى مصيبة الطف في عينيك ترتسم وفي فؤاد كيام الحزن تبطرم أم البنين رعاك الله صابرة لما أصابك وهو الحادث الظخم رعاك الله صابرة لما أصابك هل قتلوا فيها وهل سلمون أنت الوفا يا 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 الله وكان منك قد ورث أجل معاني فازدانت بك الشيوم ومنهت العريح ينعهم فما فتئ على شفانك خوفا سلمون انت أعثر الكلمة ووووووو وصحت ويلا فقد الصغط أذكذني فيا عمادي ظهر اليوم منفصلون عندما سرعت الناع يقول يا أهل يثرب لا مقام لكم من يا روحوا يا روحوا تساعد يا أهل يثرب قويا لا مقام لكم بها قتل الحسين أيها حسين قتل الحسين فأدمعي مدرات الجسم منه بكربلاء مفرج والرأس بير على القناة يدار أسمع ابنادي والخلق ترع الصابق شو أنك أولا سعيد العرب أسمع ابنادي والخلق تهرع الصابق مدينة الساعد في المدينة يم والبني نعاد عليها والحزن في القرب ياهو مش للصرايح والبنان يصيح بيصر خطر مراير نفسا طوفت مجبور ماهي بشاير فرحا ذناعي البن حوالي طلعة بدهشة مروعة والقلب مفتور سنعة الضجة والصوايح لدي العجاب الهام هالعبور هالوجوه التلم وانتغي تأمينها لاتبخروا بصوت اكهار سنعة الضجة والصوايح وسط الدنور شافت بشراق في نادي وافع الصاب ياهل المدينة نصبر الله على حسين ياهل المدينة نصبر الله على حسين لنصات من هالجلعي اكبر طلعت ورأة تمشي وتعثار ياهل المدينة صاحة يداعش هالخبر صوت اجلعن بالصخر فالسام هثار المرم عباس وازهار ياهل المدينة 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 خلولي حولي للحن بدولي بساني لو بستمع بيولي يعرى من تلعيق أو دولي لكن الأمر الله ولا حول ولا قوة إلا بالإعادة رضي وما ربك يكافر أمام الوامر وعلى عالم آل بيت محمد صلى الله عليه وآله بعمة الله والملابكة والنار والسدين قال حبيبنا لمصطفى محمد الله وصل على محمد وغالي محمد إذا بات ابن آدم من قطر أبلغه إلا من خلاله صدقة جارية وعلما ينتفع به وردب صالح يدعو له من بعده صدق رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم لا شك أن الإنسان إذا ماتا قطر عمله من الدنيا لأن الدنيا يدار عمله والآخرة يداره جزاء فالمبادرة إلى العمل يكون في حياة الأنسان وليس من بعد مماته وهنا لعلى سائر يسأل أو قابل يقول إذا كيف يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات المماته انقطع عمله إلا من ثلاث وهي الحالات التي ذكرها في حديثه الصدقة الجائية والعلم الذين لنتفع به في حياته وبعد مماته والوالد الصالح يدعو له من بعده لكن هذه الحالات الثلاث التي أشعر جهة النبي صلى الله عليه وآله لعل الإنسان يكون فاقدها في هذه الحياة الدنيا لأنه تابة يعيش في الدنيا فيكون فيها فقيرا لا مال عنده حتى يتصدق به حتى يساهم في المشاريع الخيرية في الصدقات الجارية في إقالة الشباة في تشهيد المناج وغيرها من الأعمال التي لابد أن يساهم فيها الإنسان في حياته حتى ينتفع بها في مماته وغيرها من الإنسان وهناك الكثير من النماذج لأنانس عاشوا ويمكن هذا اللي فقدها النعمة أن الله سبحانه جاء على يقول المال والبلول زينة الحياة الدنيا يمكن عاش في الدنيا ويملك المال ويملك الثروة وسعى بأي وسيلة أو طريقة لكي يرزق الول سواء في الداخل أو في الخارج لكن إذا الله مرى يدريدون على العالم بأكمل فعليه فتالتاً يعيش الإنسان في الدنيا ويكون أيضاً فاقباً لهذه النعمة وإلى الدرية الصالح وتالتاً أيضاً يعيش في الدنيا ويكون أيضاً فاقباً للعز عاش الحياة الحياة ممكن ما سعى في تحصيل طلب الغل بالغلب ظروف كرقاسية فرضت على هذا اليسر وإن كان هنا طلب من حبيبنا محمد وصل على محمد وعالم وحثاً في تحصيل العلم عندما يقول صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضاً على كل مصنب ومسنبة وهنا طلب العلم الذي يشير فيه النبي صلى الله عليه وآله ليس هو علم الدنيا وعلوم الدنيا وإنما علوم الآخرة هذه التي تكون ماجبة التحصيل على كل مسلمين ومسلمين علوم الآخرة علم العقيدة والعلم الثاني وهو علم الثق والعلم الثالث وهو علم الأخلاق تجد في زمانك من الحالات التي يتألم له المؤمن شوف يمكن واحد يقول له شهادة حليا وعنده دفتوراه وعنده ماجستير قولة كالوريوس آساته حليا ويمكن متخصص في علمه من علوم الدنيا تلا يجي للطيط للصيدلة يجي لهندسة أو أي علم من هذه العلوم الدنيوية ويمكن لما يوجه إليه سؤال يجي في لقابة معلومة في المقابل على المؤهل اللي عندها لكن تسأل بحكم شرعي يتعلق بصلاة يتعلق بحكم من أحكام الفقه تجد أنهم لعله لا يفقه حتى أبسط الأمور البنهية حتى يمكن أن يقول له بين الشبب الثلاثة والأربع عشر سوء من الأول يتعلق إليها المؤمن عندما يجه مثل ألحال يقول الإمامة الصالح علي أبوه الصلاة يوصل حتى الميت هذا مو معنى أن الإنسان اليوم يرغبان نواقع أنه مي يدرس قال يدرس إن شاء الله في كورة جامحة في العالم لكن ليس ما على ذلك أن يهمل هذه العلوم التي راح يسأل أخناها يقول الإمام الصادق إذا مات ابن آدم وترك ورقة واحدة عليها علم يقول هالث الورقة كانت حاجزا بينهم وبين نور جهنم وإشارة تحصيل العلوم الآخر ومعهم الدنيا أن الإنسان إلا وضع في قبله أول ما يسألوا عن دين يسألون عن شي آخر يسألون عن صلاته إن قبلاً قبلاً ما سواها وإن ردت رد ما سواها في حديث ما يقول الإمام الصلاة عليه السلام تفقفوا في دين الله ولا تكونوا أمراء فإنه من لم يتفق في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يذكي له عملاً أنت روح ذلك جامعة وإحنا نشد على أبنائنا وعلى أخواننا الذين يسارعون إلى تحصيل طلب العلم يسارعون في الحصول على الشهادات المجتمع اليوم إحنا نطالب المجتمع بحكم نشد على أيدي هؤلاء لأن العلم سلاح لحقه واليوم ما ترتقي بالأمة إلا بالعلم لكن ما يمكن أن يقدم علم الدنيا على علم الآخرة لدي علوم الآخرة على علم الدنيا تدرس بالجامعة وروحنا عندنا مساجد عندنا حوزات عندنا مغاتب عندنا مراكز الثانية واحد يقول يا سيدينا أشغال ومشاكل افضية متطلبات الحياة ما عندنا واحد واحد واليوم أبسط يوم واحد عندنا هذا العلم المتطور عندنا كنت الان بدل ما تقلق على الواكساب طول الليل والساحتين والثلاث البلد تدخلك على بوقع بحكم أسألة 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 وضعنا في كتاب متفقى في دين الله يا ليت أنه الوقت يقول للسخة على الواكساب نسخره في طاعة الله وفي ذكر محمد وآله محمد محمد وآله محمد محمد وآله محمد محمد وآله محمد هذا الإنسان ما تحجي اليوم في زمان واقع له واحد يقول ماكو علماء وكل يوم أدوات يستطيع الإنسان أن يصل بفقيل في مسألة معقدة إلى أي حق الفقهي مكاتب مراجع فقهاء مكاتب علماء في الداخل في الخارج فكل إنسان لدي حجي يحفي زمان نظاق فعليه إذن ثابتاً يقول الإنسان يعيش في الدين لكن فاقداً للعلم ولا دي يموت الكمدين وذل حتى ورقة واحدة وإن كان تادي ورقة يقول الإمام حاجزاً بينه ورنا واحد وأيضاً تارةً يعيشون في هذه الحياة الدنيا فاقلاً بهذه الثلاث الحالات لكن هل معنى أن الإنسان ما يعمل إذا ما عند الولد ولا عند المال ولا عند العلم الذي ينتفع به وينفع به منوه أو مجتمعه أو أمة هل معنى ذلك أن الإنقى الإنسان ما يعمل ولي باطر إلى العمل؟ بل عليه أن يسعى بقدر المستطاع في تحقيق الحقوق والواجبات المنقاة على عاتقه تجاه الله على رسلها مسألة الصلاة لا يفرض الإنسان ولما يشوف الإنسان الدنيا في خير وفي عافية وفي صحة وعيش حالاً من الأمل الذي لا حدود لها هذا يمكن عند الكثير من الناس فجد أنه إذا صغل وفرط في كثير الحقوق والواجبات متى يبدأ؟ متى تشوف أنت حسراً ونزاماً؟ إذا وضع في قبره إذا عرين الأهوال والحسرات والنزامة قال رب رجعوه وينفع من هذا الإنسان عليه أن يكون واقعياً عليه أن يقتنم ما بقي له من الأوقات ولا يكون الموت أنا اليوم أنا شباب أو أنا بحدي صبي وبحدي في قوة الموت بعيد عنه الموت بيعرف لا كبير ولا صبير ولا طالب ولا مغلوم ولا أسود ولا أبياء والعربي ولا عجبي ولا غير ولا فقير ولا مريد ولا صاح يقول الشاعر تعدنت الأسباب والبوت واحد فمن لم يمت بالسيد مات بغيره ها؟ الإنسان حتى يكون واقعي إنما يمر إلى هذه الجنائز التي تشيح عمامه في كل يوم يشوف الموت حتى تختطط هذا الشاعر وينضر بعين يشوف هذا مريض جميل سميرياً وعلى أجهزة من المستشفى وفي المقابل يشوف واحد شباب يمشلوه على الحال الدين هذا إن leader ها؟ شوف هاذا يمكن أنت قوف هذا المسكين إلى ال 1000 علي ديقني لو 것은 يوم يوم يومي لمن يشوف كأننا عدت من هنا لما يخرج theoretical قمت أس nib lumay see لحالات شفناها وعاينها أكذا فباً ولهذا كنت تعيش أمى جدا لكن لا تعيش مطلق الأمل لأنهم مطلق الأمل بيعيش الإنسان ندوم وحياته لأنه راح يقومك عليك في الحقوق من العجبات من الفرصة التي تتاح منها منين يقول شاعر وعلم الموت للأمال مدركها وعلم النفس بالأمال مدركها ما ضيقاً أي شعور لا فسحته لأمال خلي سير منك أمال لكن لا يخليها الأمال خليه تتبع حوام لا يخليها الأمال تتبع الشيطان لا يخليها الأمال خليك مهرور بالدنيا وأموالها وتعواتها ومناصبها لا يقول النبي صلى الله عليه وآله وأخه أخاف على علمتي من اتباع الهواء وطول الأمل تقول الإنسان شوي ملتفل إذن الإنسان عليه أن يقترم ما بقي له من الأرقات وعليه أن يستدرك ما فات ويوجه بصره إلى آخرته فإنها أقرد عليه من نظره إلى دنيا الدنيا يعيش في الإنسان زائلة الآخرة هي الباقية والآن نشوف السعيد السعيد الذي يستعد من إفطاء الله السعيد السعيد الذي يسلق عملا صالحا يقدم عليه قبل نزول الفنون يوم لا ينفع مال ولا ولا إلا من أتى الله للسديد قال ما تقدم الله أنت في أي مرحل من راح العمر يكسر الله في شبابك في كهولة في شيخوخك رادر لأن الله يقول سبحانه وتعالى وعلى ما تدري نفس ماذا تقسب غدا ما تدري نفس يكون الإنسان مستعد لقاء البدعي لحظة تشوف لثوبة الدنيا ما يقابل الله صحيح يمكن راح يفضع قوة أهل على الرحي لحي وصدك المضمم إذا كانت له غيادي بيقاه على عشيرة على قبيلة على مجتمع على مجتمع على عمته صحيح تلتشي عليه لحقيقة محدة ينكرها ولابد لكل إنسان من أن يستعز إليها في أي مرحلة في أي لحظة الموت بعد ما يعتشعر الإنسان لحقيقة هذا جهة يموت من الحادثة لكن البعيد هذا مريض ما يدري الإنسان وهذا صرمت أسرار الله أنت مثل واحده يسأل يقول لك يا فلان تدري أنت وين قبر تدري في كم عمك راحك في أي مرحلة ما راحك تدري أنت مثلا على إيش عاقلة تموت ما يدري إيش دائمنا واحدة وين الله يسأل عاقنا ها صلى الله عليه وسطنا وإياكم يسأل عاقنا لحقي محمد وين الله وين الله وين الله وين الله فتبدد أن المؤمن الذي يستعد لرقاء الله لا يخاف من الموت تشوف إنه موت زود في الدنيا مجرد يسمع قد يزم الموت يخاف جاء قاعد في بيت باس ناس يتحجوا قد يسكتنا تهبت الحج عن الموت تفاول عليه من الدين لأنه ليه ليه ليش لأنه موت زود من الدنيا خلاف الإنسان اللي يزود من الدنيا اللي يعرف ما عليك بار ما عليك حقوق والدي اللي مغاصب حقوق الناس اللي مفتاب الناس اللي مبثلي على الناس اللي يخاف ربه ويتقال الله في السر وفي الحمد ما يخاف من الموت هذا يبادر في شبابه يقول الشعر وبادر شبابك أن يهرم وصحة جسمك أن يسقل وأيام عزك قبل المهات الأيام شبابه فليس كذ من عاش أن يسلم يسلم الشباب الجوع ها شباب الحمد يحططفهمners وهم في ريعان شباب وحن نشوف الأمار think this way يقول الأمير عليه الصلاة والسلام ألا أن الأيام هي ثلاثة يوم مضى لا تدري ويوم يبقي لا بد من ويوم يبقي لا تدري بالأمس نوعمة واليوم غريمة وقدم لا تدري من أدل يقول عليه السلام يقول الليل والنهار يعملان فيك فعمل فيهما قال ما تدري لأن هالوقت أنت الليل تعيش من الصبح إلى المحساس إلى الليل أنت محاسب عليه الآن هالوقت أنت منه تعيت إليه ما تروح تنات الآن أغلب هالوقت أن عشت في يومك وانضفت في طاعتك في العبادة وفي الذين في الاستغطار في كثرة الصلاة على محمد وآله واصل على محمد وآله في سنة أرحمه في زيارة المرضى في بقية العبادات التي تقربك إلى الله أم مثل زمان اليوم إذا جن على الإنسان يقضي لربما طول ليله في لهواته وحدي وحدي يقضي ليله التلفاز بدل من يتزود يتزود بالمواعد يتزود بما ينفعه في دنياه وينتفع به في آخرته يقضي ليله إما بالسبب في الأماكن اللهمي أو أماكن الشياجية أو إلى الأماكن التي تدروه إلى النار والعياذ بالله بالخلاف لدأسان هذا أما هو قابل آنا عني الذي وفق لصلاة النيل أو لركعتين كما يقول الأمير والمؤمنين عليه السلام ركعتان في جوف الليل أفضل في لي من النيلها وما فيها تقول هدو راح نحصل على ثلاثنا مش ينوزه خلنا هالوقت هتصبت ها؟ ها؟ يقول هذا يقول عليهم وبر الصلاة والسلام الدنيا هي داره ممر مره 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 بداية شايف واحدا بيهر خلصوت أو بيضخن حديقة وبيها فواكع وليدي لا يمتع لك من كل ما لدى توقع من الفواكع يجمع يجمع يقول الله أتمنى أخرج من هالمستان وقد ملأت جيوبي أو المكاس اللي عندي كلها من أنواع الفواكه. هالشكل الجنة الإنسان في الدنيا. يجمع. يجمع. طاعات وعبالة. فعمال الصدقات. وغيرها من الأمور التي تطربه إلى الله. ويرزق من خلالها تلك الجنة التي يتسابق عليها المؤمنون والمؤمنات. إن الليل والنهار يعملان فيك فعمل فيهما. ويأخذان منك فخذهم. إن هذا يسأل أحد العلماء ما هو أفضل الأشياء في حبها على قلب المؤمن قال شيء واحد. حينما هو قال ثمرة العمل الصحيح. يقيل إله إذا الفماء نهاية الصموم. قال أنه من الوجني قبل نزول الأجل. شوف الله يتوجه أنه من الوجني قبل نزول الأجل. شوف هذا الإنسان سبحان الله شو عارفه في دقيقة شو حد الفصليق. يقول إنسان إنسان يطلع من بطل الأمة ولا يطلع من بطل الأمة يقولون من حالات طبيعية في ولادة الإنسان ذكراً أو رفاً. مو يرد من بطل الأمة. لا كد من يكون في حالة حكامك. يطلع العلم ويطل ما يطلع. إذا الجليل يخرج من بطل الأمة ما ينجح نبيه خلال. انت جوب على هالآنام وعلى هالآنام وعلى هالآنام يتعانيه من الحمل ومن السهل. أشد حالات يتمر عليه حالات الولادة. احنا عبنا في الروايات وعبنا. كما وفى الفرق كما هو احنا غيرنا. لما تموت لهم في حالة الولادة. هي الشهيدة. اجراها اجر الشهيدة. ها? ها? لشان الى هضبت. هذا التعو والعناء التي تعاني من كل أمهات. وليش الله عشاء الله جعل الجنة تحت أقدام. النبي يقول صلى الله عليه. جعلت الجنة تحت أقدام. هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله 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 وآله. ويا سبحان الله هذا اللي يطلع يولد يبكي يتوفى الأوم الأبو حتى رمع لها التعب وجرد يوضع جريفين حجرها تتسل ويتتعول عنه. سبحان الله تبتسل يتحول الحكاب. وهالسره كانت صاخرة في الملاده والتعامل. ها? ولجي شرف على الموت. ويتوفى الأعباب الأخوة كلهم في فرح رسلون يقذوا به هذا الحول. لكن الصورة يتحول. حالة لما يطلع من الدنيا ونفسه مطمئنًا وعند تتزوج في الدنيا ما ينتفع به في آخرته وكانت عاقبة عاقبة حسنة. يتوفى القريب والبعيد والكبير والصغير يتع عليه. صديدة كان عزيزهم. واليما كان في قلوب أهله وعشيرته ومنطقته قبيلته. ها? ها? تشوف هذا الإنسان يترك أثر كبير على قلوب الكبير والصغير. يعني يقول شاعر ولدتك همك يا ابن ما دم باك يا. والناس حاولك يضحبون لسرورة. فاجهد لنفسك. يعني قلت ما تريدها نتعب. نتعب. الدنيا ما يمكن أن تصل هذا المقام وهي المراتب العليا. ها? اللي لازم تتعب بها. شوف النبي يخاطب نصي شباب الجنة. إن لك في الجنة لا جاء. لا تنالها من الله مشها. فاجهد لنفسك أن تكون إذا بدأوا فيهم بموذك ضاحكا مسرورة. ما هي تسمع لها? لكن لا يجاهم لها. ها? الروح. اللي ترف رف على جسدها الميت تسمع لك عليه وتعرف منه. هو يسمع. يقول ياريت أجلا أحجن أحجن. وياريت كل يام لاتفجون لأنه أنا في العين. لأنها كان أنا عاقبة عاقبة حسنة. إذا الإنسان أخلص في العمل. واشتهد حتى ما كان عمل قليلا قليلا قليلا. ما قني على أخلاص وعلى يقين. وأفضل عمد الله من العمل الكثير حتى ولا نكون حتى غير يقين. ولهذا الإنسان يستعد إلى هذا يوم. ها? ويبادر إلى الموت الذي بادر إليه الحسين وأهل ريته والأصحاب. حسين. اللي أيضا ينبهن. يرى يوم الخطى الموت على ولد آدم. على استعداد. استعداد لقاء الله. خطى الموت على ولد آدم. وخط القنادة على رجيل الفتاة. يشوف الحسين استعد إلى هذا الهوت المحدد. ويجي يشرح. كيف أنه بأبي وأمي. ها? ها? يقتل هو وإخوته وأهل بيته وأصحابه. ومن ضمن هابلاء اللي بادر روية الحسين هو العباس وإخوة. العباس. من تتالة تفقد ظاحب عزيزة على الأم. أم. تعرف خلبها وعلاقتها إلينا أكثر من الأم. خصوصا المحبة تنحى الأم. ها? ها? ولهذا تشوفوا الأم إذا فغلت واحد من حولادها. بتشوف هذا هذه الأم وهذا الأم إلى أن يوسط على الأم. أول 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 أم. لا ينسون هذا الأول الأول. إذا كان عزيز على قلوبهم به. وعلى قلوب أهلهم محشرة المنطقة. هذا شيء طبيعي طبيعي. هذا تفقد واحد انت هالحالة. فكيف بنا تقدم الأربعة في ساعة واحدة. هذا موش ها? ها? ولما بعد. شوف يعني هالمحبة وهالأخلاص الذي كانت تكنه أم البنين عليه السلام. للحسين ولأهل البيت. هذا دليل على شكل أنها تجسد قول الباري. قلنا أسألكم عليه أجراً أجراً. إلا المودة في القربة. يعني هم والبنين يقول عادوا عني أولاد سبعين. ها? ها? وقد دمهم شهادان في سبيل أن يعيش الحسين. لدليل ويش? انت الآن احنا الآن في ذكرى سقوط الطائرة. واللي فقدنا فيها كثير من الأحبة والأغزة. انتون الآن مؤمنين المجتمعيين. أول ما وصل إليكم الخبر. ممكن واحد طلع يركض ويسعى في راح المستشفى ويجرح مكان الحاق الحاق. وراح يسعى العزوي قريباً اللي عنده ولد اللي عنده أخو اللي عنده أخو اللي عنده أخو. ما شكل 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 شكل. لكن مش فنجة ما سوت أم البنين. أم البنين اللي يجب وشرب رجولها أهلا يثري يثري. وقلناها في المقدمة لا مقامة نكون بها بها. قتل الحسين. حسين. فأجمعي من غار. عرفت الناس وأهل المدينة المحلول ما هو الحسين. عادة لعضاء اللي قدموا شهداء بحايا والحسين ما يجوني سألون عن عن بحاياهم عن قتلاهم. لكن أم البنين أول ما يجب يقول يجب يشرب من حدنا. يقول شفية فمرأة تارة تقوم وتارة تقع. وهي تتعثر ريئة هاليها. يقول يلي واحد اثنين وعفقة من هذه المرأة؟ قال له إنها أم البنين. هذه أم العباس وأخواني. عندها أربعة طلعوية الحسين. العباس عبدالله. قفر عثمان. قال حقنا لهذه المرأة أن تذهب. ليش يا بشر قال لأنها فقدت أربعك الأكبر السواهرة. وشفت أنت لما يجي بشر عدد عليها مصائب. كل ما قابلها أبطل الله لك الأجفي عفض الله. قالت يا هذا ما سألتك عمنا لي. وإنما سألتك عن نور عين الحسين. وكل ما يعدد ليها واحد يضرح وياك أنا. ودربك وفكرك لديك عجاب الحليب. انت فاغل عندك مصيبة. وتستأثر مصيبة منها لي أم البني. يبقى واحد عندنا عائلة فاغلة اثنين ثلاثة أم البنين أربعة. في ساعة واحدة. تتأثر عزاها ونعزل عياها وتستاهل في جمعتنا على الحسين وياها. ما سألتك عن ولد من أولادي وإنما سألتك عن نور عيني الحسين. ومو ملتبت ليها. يقول انا ضرح اقول عن الحسين مرة واحدة اخراف توقعت موت. يقول جيت هيئها إلى المصيبة. لكر عبد الله وجعفر عثمان. يقول ما ان لكرت لها مصرح العباس. كانت تحمل تفل على كتفها. خرب ذلك الكفل على الأرض. وخرت على ركبتيها. هو يديها وهي تنادي الله الكبر. بدل ما تقول وا عباسة وإنها تقول وا حسينة. تدري ليش قالت وا حسينة. لأنها عرفت أنه بمقدر العباس قد قتبا حسينة. ولهذا معدوها. معدوها يا مؤمن إذا تلعت إلى البطير. تندب أولادها واحد أنت والآخر. لكن قبل ما تبجي على أولادها تبجي على من يشير. تبجي على الحسين. تنسب العذاب. ثم تبجي على أولادها. مش عندك يا مؤمن. سعيد العرب تقول أم البنين بكل صباح وكل مسيح. حسينة. تنسب على العباس واخوانها عزيزة. يوم تطلع للبقيع وتنسب الظلام. أهل المدينة تحف بيها حرية مرجى. تصرخ بحسرا والدمع بالخد همان. حرية مرجى. ودن حالي راحة أولاد من البيين. أرأيلي. تكلوا حزينا يا 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 يا. شيبت راس المصاري. يا حبيبي أريد أني طواب أقوشي ويأم المنين أنا كيفة تهار فكي وحزينها شيبة راس المصاعر ومن الحزين الارتحال والرأس شعر وتردى بالعباس ويأحسن غاوة ولا الخبر جانب فنوكلهم سمويا شبان عندي أربعات هم شاهد بس فارغاني ساحبي هم ناحي البيت والله عليكم لا تسموني والبيت راحت أولادي وشنفتي أدوان أربعات يا ليت قلت حاضرة اليوم كربلة خبرسوا سفوه اسمع تقاله وحارب الاعداء بلجفوخ خلفوا الارسهم على الغبرة يا روح وياك وياها تستاهلها لا تبخر يا مومن تبخر الغبرة لا تبخروا بصوتك لفقر يحسين والاولاد خاطم تسكب العبراء اجابك يا فقر يحسين والاولاد خاطم تسكب العبراء لفقر يحسين والاولاد خاطم فاطم تسكب العبراء ابي جعل الديان حبك في البقي عبصات من اللي تفطرت لك بعد بجعلت الصخر لها ندبتها على العولاد تصيح بصوت وحزني على الغالته من الاحكام ابي جعلال الذي راحا عطا شرب ما اقترب حسرا لفقر يحسين لفقر يحسين والاولاد خاطم تسكب العبراء اريد اسمع صوتك لفقر يحسين والاولاد خاطم تسكب العبراء اسمع اسمع ابي جعل الدي راسا فوق اسمع لتلال وصدره محبط الاسرار داس الشبير من العرب اين المنادي هو حزن ابي جعل الدي راسا فوق اسمع لتلال وصدره محبط الاسرار داس الشبير ويجفه على الربنار من العرب من عشرات الشيون ويجفه على الربنار من عشرات الشيارة واختبرات كبوها جمال تمن بالهاب تحيب الحسرة نفقد حسين نفقد حسين والعضلات فاطمت للعضلات نفقد حسين نفقد حسين والعضلات فاطمت بعد تبجي على من قالت ابجي على اللي بلت غريبا للعباس ويوه والحسين ابجي على المصورة نشلوم تركب والرجس حادي كريمة حيدر الكرام اسير قوية العادي تنادي وينبو يلوم يدين وينمر الحامل وشي لجناعي عازة المدبر واخواني عنه وذبرات لفقد حسين لفقد حسين والأولاد فاطمت بالعضلات بعد 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 قالت ابجي على اللي براسة بفضوخ بعض بمصور سهل الحياة يا والي خسفها والدماء السوداء وجودة تمزق ونحتار وقلبة عن أخوها حسين والشفين مقطوعة وبرمية عن الربوة عبساء والشفين أرمية 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 لكن إنتي مش عندك الله حق يا بي وصف قالي قلوا طبت النحا أرمية 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 بنتح القرآن ما صار مثلك الولد كله بالكوا أجلك لو أصير للجل هار إحنا على خبر واحد أبو فادل أسألك الزعاق شنو هالخبر يا أمو البنين صحيح لما وضع الحسين رأسك في حدرين كنت به يقولون رأسك يوم حط بحاج رهي الحسين آه آه ما قاعدة بديته يا عدو يا آه 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 ابنة سبعين لا كان صدر بالمتر تبهي الخير ولا جاء ولا جاء انم الارضع الواحف ولا جاء وعليهم عرض بتلمني ولا جاء اشكفر والنوع من الغرب ولا جاء ارفع الراس يوم حرب الغرب ولا جاء ارفع الراس يوم حرب الغرب ولا جاء ارفع الراس يوم حرب الغرب سيئ المطارد من الغرب خضي حوائجا وحوائجا محتاجين سيم الزمنظورين يا رب العالمين الهي شفيه الهي يوم حرب الغرب زي العابدين من على مرضى عن المنظرين بشفاهك العاجل يا كريك وكأسرار والدار ونبار غير سوء حالنا بأسرحانك يا كريم انصر مجرسة الدين واقضرنا خذل الدين واحضر بكى بالقونا الرائمين اللهم ارحمة اجتمعنا بسبب الحاج حسن الزائد والجليل الزهر وآبينة اللهم اجعل في الأمور والديار والنور والفزحة والسرور اللهم اطلهم ان يقوموا بحوض الى سعة الدون والدسور اللهم احشانهم عن محمد المصطفى وآله من نجبة واخلط على قليل ما ونهينا في الغربين انك انت ارحم ورحمين اله راح ورحمين والمؤمنات موتانا فموتاكم ومن مات على اليمان سبع الزمان لا لا مشهد في الأراء بل لهم الجميع ثوال الفاتحة والصلاة اشتركوا في القناة موسيقى